موسيقى موسيقى فاول شي بدي منكم تعملوا فنجان قهوة دلو حالكم في لانكم تستاهلوا الدلال وبعدها تعالوا بدي خبركم هيك بشكل كتير سريع عن روتيني للنوم روتين الصباحي اول شي متعفق قمت صليت الصباح بعد قراءت بالقرآن شوي لتبت البيت بشكل كتير كتير سريع لانه منبارح ما في عندي شغل وبعدها رح اشرب القهوة موسيقى صلي يمكن شي اسبوعين ثلاثة ما تسوقت بشكل كبير للبيت وبصراحة عاجبني هذا النظام لانه ما كتير عم بيلبكني يعني ولسه لهلا بصراحة مجعبة لي بتسوق هيك بشكل كبير للبيت فكل يومين ثلاثة تقريبا ام ااخد احتياجاتي اول باول فاليوم اجه دور التسوق السريع للبيت اول شي لازمني نستكفي لانه خالصة من عنا بس كتير احترت اي نوع قهوة لازم ااخد هاي القهوة كلتا شايفينا هي عبارة عن حبوب قهوة كاملة اذا بدكم تطحنوها هم بالمول في ماكينة او اذا حبت تطحنوها بالبيت وانا كتير حابة هاي الخطوة اني بحست هيك انضاف انه بتطحن كل يوم القهوة بيومها بماكينة نضيفة شغل للبيت يعني وضيف عليها لقد ما بدي فشو رأيكم بالخطوة انتم مجاربينة وكمان شفت هاد الكوبتشينو هلا هاي الماركا نتبه نحن مقاطقينة وكمان نتبه انه هاي النوعيات فيها سكر كتير كتير وكتير بتسمن دائما انا بستبدله بهاي النس كفاهية صاحب تجي مرة فانا احيانا مضف لها حليب يعني بس بتضل سعرات الحرارية اقل بكتير من الكوبتشينو وبع المشروبات بس مع هايك اليوم قررت انه ما رح اخذ كوبتشينو اخذ بس زنجبيل و ليمون هادا مشروب مفضل صراحة وانا بحب المشروبات الحامضة وبعدها اجيت عمالكة الليدل شوفوا الاشياء الحلوة اللي بنزلها بس قررت انه ما رح اشتريهم رح نعملها نسوا بالبيت هاي ديتين مهروس ولوز والتانية جوز وكمان تمر فشاهزوا الغراض مشان نعملهم كوصفات قبل رمضان انا رح خبي الوصفة و جهز غراضه شوفوا كمان هاي دول بنزلنان كمان فكرة ضريفة على فكرة وخصوص لضيافة العيد تمر محشي لازم اغطس بالشوكلة البيضة او البنية كمان بحس هايك وصفات كتير ظريفة برمضان بعد الافطار او بالعيد حتى خلصت ورجعت عالبيت تعالوا اخبركم شو اشتريت اول شي اخدت فلافلة هاي الفلافلة الخضرة بتجي كتير طيبة وحلوة كمان اخدت هاي الجبنة كرامية هي للشغل لازوجي والمدرسة لابني كتير طيبة مع هاد الخبز وكمان اخدت لبن اللي تحب اعمال شاكرية او لبن جنب الاكل يعني مع خيار وكمان اخدت شمال بمشان كريم التوم وزيت مزولة وكاري الكاري اللي بيجين اللي يدري كتير كتير ظريف وطيب على فكرة وفلافلة نعمة كمان كمان تجي الظريفة بس انتبهوا في انواع تجي كتير حدة واخدت كمان ملمع للجلاية او ملمع للبيت كلنا انستخدامات كتير وهي اللي فلافلة من ريفة بتجي كيلو كامل جاربوها كتير كتير طيبة ما انا حد ابدا وحلاوته ان مكمية كتير كبيرة فكتير بحب لهي اللي فلافلة انا وكمان اخدت خيار مخلل يعني فهي نوعية ما بتجي حلوة كتير ظريفة جاربوها بنصحكم فيها كمان اخدت لمون حامض مع الماي وبندورة وجبنة وكمان بيض هذا الصحن بيجي فيه 18 يمكن حبه كتير ظريف وضع القانون الغراض بشكل عام يعني تعالوا هلا ارتب هاد الغراض كلي اعطي ونحط كل شي بقرنته من بين الغراض بشكل عام تهوى فول كصراحة بحسه اساسي كتير بالشتوية هو الكستنا ويطلع كتير طيب هيك بالسهرة فراح فض بفصل كبير منه بالحافظة لانه هاي الكمية كتير كبيرة علينا والباقي راح فضيهم بالسجاق وبدي انقهم بالمي مي حلوة عاديا ما فيه شي لبكرة لح تفتح الحبة وتصير طريقة شوي وبعدها بعلمكم كيف تطبخوا اسهل واسرع فول وبيقطي الطريقة وحتى بدون كربون يوم ان شاء الله ازا الله يسار حاب اطبخ كباب بحندي صلي كتير كتير زمان وعملتها وهي لكي بصراحة بحسه شطوية وطيبة كتير وبتقبل يعني ومفيدة بنفس الوقت لان فيها لحم وفيها خضار كمان وفيها نشويات وابني بحب هاي الاكلات فقررت اليوم راح اطبخها فول شي عملت وغسلت البقدونس كتير منيح وعلقتها هيك لحتى تنشاف هاينا شافت الخضار من احلى القطع لاشتريته السنة الماضية للمطبخ كتير عملية وكتير مفيدة وعن جد كتير بنصحكم فيها هلا الحلو فيها ان يتبت نشاف الخضار والشواكه تبرم بسرعة فالمي كلاته بتزل من الخضار وبتنزل هيك ايه على ارض الجاطع من الكحتك وانا طبعا بدي اشتري خضره هلا اذا اخدتها لا اسبوع ما بخصلها باستخدمها اول باواد وبنفس الوقت بخصلها ما بدي استخدمها بس اذا اخدت الخضار بسلم يبدو يومين لا بخصلها كلاته بحطها بالبراد يعني هيك بصير ما بدي استخدمها بتكون جاهزة هارفتو كيف شوفوا كيف تطالع تقريبا الخضار ناشفة نحنوض 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 نحن開 نحناج مكوان كثير اساسي ابدا ما منقدر نستغني عنه بالكباب الهندي هنه اربع بصلات كبار طبعا كل ما كبرته كمية الطبخة بتكتره بصل فانا فرمت اربع بصلات كبار بهاي الفرامة لحتى اخذ نتيجة للفرام تكون كثير نعمة وخلطا مع البقدونس لحتى خلص شفتهم جانسوا مع بعض كثير منيح هاي الطريقة بضمن انه الاكل كلها راهت هو رح يطلع نفس الطعمة وينخلط على السوا بعدين ضفت على التعام بندورة مطبوخة فيكم تضيفوا بندورة مطبوخة جاهزة وفيكم تشتروا مثلا بندورة تفرموا انتوا بالبيت حساب شو المتوفر عندكم استخدموا كمان زر نكهة الكباب الهندي الطيب عقصوده هو الفلفلة الخضرة فضروا يتفرموا فيها فلفلة خضرة فالهي يفضل تكون حد بز اذا ما في هنكون حد عادي يفرموا اللي بتكون ياها بس الفلفلة بتنقل الاكلة وطيابتها لمكان تاني تماما بعدها كمان ضفت شوية ببس بندورة وكمان ضفت شوية مي وقلبتهم كتير كتير منيح بدي يكون القوام شوي مايلا سائل مشان اذا حطت اللحمة تستوي فيها منيح ويكون في زمجن بالرز وهدول ضفت كمان اربع مكعبات معجي مشان ضيفهم على الكباب الهندي طبعا ضفت بس نص الكمية والنص الثاني تركتو للرز متل ما بتعرفوا انو هاي الاكلة كتير اساسية فيها اللحمة فانا اخدت لحمة نص كيلو كميتها يعني وما فيها دهنب صراحة بحس الدهنب تنزع طعم هاي الاكلات تماما فاخدتها بدون دهنب كمان فلنت عليها نص بقت بأدوناس وبصلتين ورشات سبع بهارات تقريبا شي مالقة كبيرة كمان رشات عليها فلفل اسود ومراح وتبالتها كتير كتير منيح وصلت شي يوما بالتلاجة بهاي الطريقة انتو ما حابت اطبخها بتكون موجودة وبنفس الوقت طعمة الخضاري اللي بقلب اللحمة بتعشق كتير كتير منيح باللحمة فجربوا هاي الطريقة كتير ظريفة والكبكبه اكيد طبقوا كيف ما انتو بتحبوا كيف الطريقة اللي بترجع لكم طبقوا فيها انا طبقتا هيك على شكل يعني قد الاصباح حسات هاي الطريقة التقليدية الكباب الهندي بيطلع شكل الكباب فيها كتير ظريف وطيب وكمان بتكون قطعة رئيئة فسهل الصوة الولاد بايدايا واكيد بعد ما استودت اللحمة رح مصفن كلها طنب الصينية ورح حطن بالفرن تقريبا شي 3-4 ساعة لساعة عادي على نار كتير هادية حتى يستو كتير بلزازة وميت البندورة وصاص البندورة كلها يغلي ويعقد ويصير كتير طيب هاي الطريقة اذا بتجربوها بالكباب الهندي ما بظن انكم عاد رح تجربوا غيرها لانه كتير كتير طيبة هاي الاكلة كتير كتير طيبة اكتر بمصحكم تجربوها سهلة وسريعة كتير ما بتاخد وقت بالتحضير اطلاقا موسيقى 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 فتابعوا قناتي لا تنسوا تتفعلوا زر الجراث كمان تضغطوا على اشتراك مشان توصلكم كل الفيديوهات وان شاء الله بننزلكم الطريقة بالفيديو الجاية اشتركوا في القناة محبوب ناطر كسر الخواطر تعرفوا بحيث نحن ستات البيوت اذا ما اشترينا اشياء البيت ما بنتهنى فانا كمان اخذت غراب من تيمو بديش هالكا ماكن وحط لكم روابط ده صندوق الوصف مشان اذا في اشياء عاجبتكم وحبيت تشتروها وهالمرة ما كتير طولوا بالشحن يادو بخمسة ايام اول الشي اخذت هاي الشنطة هي شنطة للسفر والبابي كمان اول الشي كتير من بين اماشتة ظريفة كويئة وكويسة يعني وفيها سحاب كبير ينحط فيها هون اتياب حفوظات للولاد مثلا منشفة او اذا حبيتوا انتوا تسافروا فيها وهون كمان حاطين اطعام اشان تناموا علي الوالد او تغيرولو ما بعرف بالضبط صراحة هلا هذا اكتر جاب عاجبني بينحط مثلا هون ان يمت المي لحظة الضل باردة او كمان ببرونات الحليب للولاد يعني فيها جياب كتير مخدمة وكاتبين كانوا بالوصف عن الشنطة انو ما بتفوت المي واقية للمطر وورق كمان احلى سحاب لانو فيها سحاب صار فيه ورق او كارتون منشان اذا حطيتوا اللابتوب او التابلت ما تنكسر او بتحسوها خشب كمان او كارتون لانو كتير سميكة بعد الجاب من ورا تقدروا تحطو فيه اللابتوب او التابلت فمثل ما احكيت لكم هي كتير عملية كمان هاي دي هلا شفتها انو بتشحن اللابتوب او التليفون او الكاميرا فمثل ما اتلكون كتير عملية ويحتلقوا الرابط بسندوق الوصف هيدوال الوردات بصراحة كانوا صدمة شوية لانو انا لما طلبتهم كنت مفكرتهم رحيجو كريستال لانو ساعلون شوية غالي فتوقعتني رحيجو كريستال بس وصلوا هاد البلاستيك اللي كتير قاسي بس هيدا الورود الذهبية كتير كتير حبيت هنا وعجبوني وبصراحة وصلوا مثل ما بديو احلى كمان وهي المجموعة وصلتني كمان من تيمو انا كدعم دور على معالق باشكال تانية وفيون ديكورات تانية بس ما لقيت الا هيدوال وانا كتير حابة هيدوال المعالق هي طاقم معالق بيجي شوك ومعالق حلويات او رس كر والشاي بيجوا عشكل سيليكون اشكال يعني او العاب وهدوال احلى اللي بيجو بالسلصة لانو كاد بانو بنحطوا بالجلاية بكل سهولة واخر اطعاء اخدته هي مقاصلة ومطبخ والخضار واللحوم وهي القصاص يعني اشتركوا في القناة قررت اكافئ نفسي وكمان عملت كاسة كاكاو واعد اتفرج على مسلسل وكمان عم اشتغل على الفيديوهات بهاي الطريقة ممضية وقتي وانا اساسان خلصة البيت ولملمت بعد العشا جلت ورتبت فما ضل في عندي شي ابدا زوجي طلب مني اعمل فول متل تبعيد سوريا فاول اشي شفتم بعد احنا قعنا الفول سوا وتركتوا لليوم وضروري لازم ينقع اربع وعشرين ساعة مؤقل وهلأ لازم اغمر الفول بالمي يعني بدكم طنجرة كبيرا يكون فيها تلت فول وتلتين مي وبعدها بتضلوا بتقلبوا بهذا الفول لحتى يغلي منيح وكل ما طلعت هاي الرغوة البيضة لازم تقيموها كل ما نقصة المي بتضيفوه يعني بدكم نضيف فول وما يشي ثلاث اربع مرات لحتى تستوي وانا قلتلكم ما تضيف كاربوني ابدا مشان ما تنهرس الحبة وكمان بيسود وبس تشوفوا حبة الفول هيك نهرست سكروا على الطنجرة اشي ساعة وبعدها بتشوفوا كيف الفول استوى تتبيلت الفول معروفة وما فينو حدا يجي غير فيها لانه هذا تراس يعني فضفت معرقة كمون كبيرة وكمان معرقة ملح الليمون كبيرة تتذكروا هاد الكمون بعتوليها بتعمي لو تشوفوا كيف الريحة كتير حلوة وكمان نفس السماء الطحنة سوا راح ضيف كمان شي مع الاو نص كبار لانه السماء بيعطي طعم كتير كتير طيبة بعد ما تركت الفول تقريبا يرتاح شي ساعة قبل ما صبوا بالصحون الاشرة تستوي يعني قبل ما طفي انا الغاز كانت الاشرة اسا شوي قاسية بس بعد ما تطفوا الغاز بتركوا ترتاح شي ساعة بتلاحظوا انه فورا ان الاشرة تنسلي سلي وبتستوي بهاي الطريقة ليكو كيف الفول لونه كتير فاتح والحبة كتير مستوية ومعنو مهتري جربو بهي الطريقة كتير راح تعجبكم واكيد لا تنسوا كمان مرقة الفول لانه هي لسا اطيع بمرفول حتى موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة